جوبة مقتصرة لأن ليس لدينا الكثير من الوقت عمار ضيف الله من تونس يسأل ما هو سبب تأخير تشكيل مجلس وطني تنقل إليه السلطة في اليمن لحل أزمة البلاد؟ لأنه الدستور نقل السلطة لا يتم للمجلس وطني بالدستور بيقول بالمادي رقم 1115 بظن أن نقل السلطة بيتم من رئيس الدولي لنائب رئيس الدولي الذي له بدوره تحضير انتخابات رئاسية بخلال 60 يوم بعدين السؤال هو عن انتقال السلطة للمجلس هذا شيء موارد بالدستور محمد المقتر من اليمن ما هو تقييمك لعمل أحزاب اللقاء المشترك في ظل الثورة التي تشهدها اليمن حاليا تحدثنا عنه منذ قليل الشق الثاني من السؤال ما رأيك فيما يقال عن كون اللقاء المشترك سببا من أسباب تأخير تحقيق أهداف الثورة اليمنية بظن لا ما بظن إلون دور بتأخير بس على المفاوضين على المسؤولين خلف المبادرة أنه يوجدوا محل أو حوار بالنسبة للشارع بالنسبة للثورة الشباب وهذه في الصعوبة مثل ما قلنا سابقا نكنوا على النظام ولا نكنوا على الأحزاب المشترك يعني لما أنهم يعتادين يتعاملوا مع عنصر ما بيقدروا يسيطروا عليه لحد ما ياسين آزوغية من المغرب يسأل ما الذي يمكن أن تقوم به فرنسا من أجل المساعدة على قيام يمن جديد نحن مثل ما تفضلوا قال الوزير من البداية عما نطلب من كافة الأطراف أنه ترجع على طاولة المفاوضات وأنه نرجع لأنه الأسس المبادرة الأسس الحل موجودة بالمبادرة الخليجية اليوم الصعوبة هو الانتقال من الوضع الذي نحن فيه الذي لا يوجد حوار سياسي إلى الوضع الذي تبلش بشكل تدريجي اتفاق على مضموم المبادرة وعلى التطبيق وعلى آلية المبادرة وتطبيقها هذا اللي بيساعد أنه بأسرى وقت ممكن توصل الحكومة الجديدة حكومة الاتلاف والوحدة الوطنية أنه يبتدعوا بالعمل لمواجهة كل المشاكل اللي عم تواجهها اليمن ومشاكل كبيرة في ثوان صغيرة وقليلة هل من أخبار عن الرهائن الفرنسيين في اليمن؟ مع الأسف لا ليست هناك حتى أي اتصالات شكرا لك أنيس نكرر مستشار وستفيري الفرنسي بيساعد شكرا لكم نحضركم معنا شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف وحدث ابقوا معنا على فرانس 24 إلى اللقاء